ألاف يكتاحون المطار محاولين الهروب كأنهم يحاولون الفرار من النار والضمار نساء يسلمن أو تسلمن أطفالهن للجنود الأجانب شباب في حالة يأس منهم لاعب كرة يتعلقون بطائرة فيسقطون في مشهد مروع يهز العالم يهز ضمائر العالم يهز الضمائر وليس بالضرورة أن يحيي الضمائر أو يوقز الضمائر آلاف يحاصلون المطار يبحثون عن مخرج من الأزمة طائرات تطير بثلاث وأربع أضعاف حمولتها مشاهد رعب في الشوارع ومقاتلون من القرون الوسطى بأزيائهم من القرن أوسطية يسيطرون على هذه الشوارع مغنون مرلمانيون سياسيون مواطنون عاديون يهربون ويهربون ويهربون للدول المجاورة كأنهم يفرون من نار وضمار وخراب يلحق بهم أو كاد أن يلحق بهم أو على وشك أن يلحق بهم هذا الظعر وهذا الخوف وهذا الجلل حدث الجلل الذي يكاد يطيح بالقلوب إلى حد الفرار والهروب صحيح أن هناك من لم يهرب بل وهناك من فرح وسعد وهناك من احتضن وحمى لكن هل يمكن لعاقل وهو ينظر إلى أفغانستان وعن أفغانستان وطلبان نتحدث يمكن لعاقل ينظر لهذا المشهد أن يكون مطمئن البال أو سعيدا مرتاحا لما يحدث من عودة الليكابوس انزح عن صدر تلك البقعة من العالم فإذا به لم ينزح تماما كان يكمن وكان قائم وكان موجودا بل وكان محميا من الشعب نفسه أو من قطاع من الشعب وكان محتضنا من عشرات الآلاف من الأسر والعائلات أيضا سواء في البيوت أو في الجبال أو يعني في كل مساحات أفغانستان كانت توجد الفكرة وتوجد الجماعة وتوجد طلبان تقوت واشتد عودها وعادت وقد انهارت مقاومة الدولة من قبل أن تقاوم ودخل الإخوة المجاهدون لكنهم لم يدخلوا محمولين على الأعناق بل دخلوا منصورين بالرعب وهم يعتزون بهذا النصر بالرعب على اعتبار أنه سلاح حرب به النبي الرعب لا أظن أن العقلاء والمواطنين العاديين من الأفغان يريدون تكرار تجربة طلبان البعيدة البغيضة التي كان يضرب بها المثل في القمع والتطرف والظلامية والرعب المبثوث في نفوس الشعب ولكنني أظن أن هذا الظن طيب ويعني وجميل ودمث ولكنه بينه وبين الواقع والتحقق بول شاسع هذا الشعب الذي رزح تحت نير الدولة الخلافة المزعومة لا يذال يعاني من آثارها حتى اليوم ولكنه ينتظر وكأنما ينتظر ما لن يتحقق لن تتغير طلبان في العصر الحديث أصبحنا نشاهد المحاولات الدأوبة العنيفة لإحياء القرون الوسطى لايف بث مباشر صوتا وصورة من أيام الجماعات الإسلامية المسلحة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ومرورا بالقعدة وليس انتهاءا بداعش وطلبان طلبان لا تذال تحمل في عقيدتها وفي سلاحها حلم دولة وهمية قائمة على القمع والتطرف يطلق عليها الدولة الإسلامية لا يذال لا يذال هذا الحلم راسخا في أزهان طلبان ومعتقد أنها انتصرت به وستنتصر على الجميع به في أفغانستان والانتصار الأول على الشعب الأفغاني نفسه الغريب أنه يوجد لهذا الحلم مؤيدون ويوجد له تأصيل وتنظير فقهي ليس فقط عند طلبان ولكن عند الطير الإسلام السياسي كله وهذا ما يبرر هذا الفرح والولع والبهجة التي ملأت قلوب الإسلام السياسي وطير الإسلام السياسي وكل جماعات الإسلام السياسي بعوضة طلبان فالقصص جاهزة من كتب التراث والأحاديث جاهزة من كتب السنة والفتاوى لا تنقطع وكل جماعة لها أمراءها حامل السلاح ولها أيضا شخ وفقاؤها 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 الذين لا يتورعون الآن عن تعظيم طلبان وعن تأصيل ما تفعله طلبان وعن التهليل لما جاءت به طلبان وعن التبشير بما ستفعل فيه وبه طلبان وأن طلبان نموذج هذه الدولة الحلم وهي نموذج هذه الدولة على الأرض وها هم الإرهابيون من كل بقعة في الأرض سيذهبون للحج إلى كابول قبل أن يذهبوا للحج إلى مكة ترجمة نانسي قنقر